بعد اعلان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران بسبب تورطها الواضح في دعم جبهة البوليساريو واتهام السفير الايراني في الجزائر بالضلوع وراء ذلك رحبت الدول الخليجية بهذا الاجراء حيث اكدت وزارات خارجيات كل من السعودية والامارات والبحرين واليمن على دعم الرباط في قرارها قطع العلاقات مع طهران التي تسعى من خلال حزب الله الى تمزيق الدول العربية واشاعة الدمار والفوضى واذا اكدت وزارات هذه الدول وقوفها الى جانب المغرب في اجراءاتها نفت طهران وجود اي تصيلة لها من قريب او بعيد بنشاط جبهة البوليساريو معتبرة ان هذه الاتهامات مرفوضة ولا اسس لها من الصحة وباطلة وتعود اسباب القرار المغربي بقاطع العلاقات مع ايران وغلق السفارة وطرد السفير الى دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية وقيام الميرشيات حزب الله بتدريب عناصرها ترجمة نانسي قنقر